بالمناسبة أنا أيضا أريد أشاركم أمر مهم هناك فيديو لأليكس كولير في قناته يسألوه من أين أتت انتبوا انتبوا هذا الأمر مهم يسلم سؤال يسألوه يقولون له من أين أتت الأحصنة أو الحصان هذا 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 هسألنا شوفكم من أين أتت ها هاي صح من أين أتت ها خلالنا سوي هيك من أين أتت الحصان أو الهورسز أو الأحصنة بس أعطوني مجال ها هذا أمامكم يا شباب بس أعطوني رسالة إذا شاهدوا الفيديو الأول على اليمين تشاهدوا ديكوردين أتوا بالأحصنة أتوا بالأحصنة مع فهي يعني هي هاي الكائنات الحيوانية يا شبابنا هذه مأخوذة نعم مأخوذة من كواكبهم ما بعرف خلال ملايين من السنوات مين اللي عاملها هاي الخطة الدراكونيين الزواحف الأوناناكي يأتون بهاي الكائنات بس أريد أقولكم نقطة مهمة انتبهوا جدا لهاي النقطة هاي في غاية الأهمية كيف نجحت الأوناناكي بأخذ هذه الأحصنة من كواكبهم ممكن واحد يسألنا تعرفون كيف ها الجواب الكون والكواكب والكائنات بريئة جدا فوق ما احنا نتصور يعني كائنات الأحصنة المجنحة معدهم وعي فبركة سيطرة براءة فوق ما احنا نتصور فالأوناناكي والزواحف والدراكونيين دخلوا عليهم أخذوهم هذه الكواكب يعني الأحصنة المجنحة حوريات البحار والكواكب الأخرى معدهم فكر هيك سيطرة معدهم يعني يعيشون التناغمية العليا جدا فالأحصنة المجنحة تفاجأت نعم بهجومات الأوناناكي والزواحف وحتى بعدها الأوناناكي والزواحف ودراكونيين عملوها تجارة انتبوا شبابنا ماذا نقصد عملوها تجارة يعني يأتون بأحصنة وواحد يأطي لي الثاني نعم أحصنة على كائنات أخرى على إسود على نمور يوزعهم بين الكواكب ويغيرون من جيناتهم أي وقسم ينزلهم إلى الأرض قسم ينزلهم على المريخ قسم ينزلهم على كوكب الزهرة ولهذا السؤال إذا واحد يسألنا هل هناك نمور في كواكب أخرى يعني مثل هاي النمور اللي بالأرض الجواب نعم النمور الموجودة النمور الموجودة في الأرض مأخوذة من كواكبها وموزعيها على كواكب أخرى نعم فتجدون نمور 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 اللي موجود بالأرض موجود بكواكب أخرى مأخوذ يوزعوه بس هاي عملية كبيرة خلال ملايين من السنوات ما بعرف كيف يعني رتبوها صمموها بس هو هذا أقصد أنه الحصان مأخوذ مأخوذي وعملي له تحويرات جينية شيئا فشيئا وأنزلوهم إلى الأرض حتى بالمناسبة أريد أن أضيف الأبقار هذه الأبقار هي كونية نعم الأبقار والأغنام عندهم حضارات عظيمة نعم عظيمة جدا نحن خطأ هيك يعني نقول هذا يعني هو المفهوم أنه هذا حصان في المزرعة أو هذه بقرة أو أغنام وهذه المعاملة خاطئة جدا لا هذه تعود إلى كواكب عظيمة الأبقار الجمل الزرافة هذه الزرافة مأخوذها هذه مسروقة بحرفة هذه هذه الزرافة هذه واضحة جدا مسروقة أكتبها مسروقة بحرفة يعني معدلة جينيا بحرفة معدلة جينيا بحرفة فيذهبون إلى الكواكب يأخذون الأبقار الجمال نعم نعم الزرافات يعدلون في جيناتهم يوزعهم على كواكب أخرى ما هي الغاية السيطرة طعام السيطرة وطعام لهم كل الكائنات أكتب هنا كل الكائنات الحيوانية تعود أصولها إلى كائنات النجوم هذا المختصر وجمعوها في الأرض وزوروا أو عدلوا أو ما بعرف حوروا التاريخ بنظرية التطور أو الدين حتى يخفو الذي عملوه فالذي تروه الحصان الجمل البقرة الأغنام الزرافة النمور كلها عندها عندها وما تزال بالمناسبة كواكب عظيمة موجودة يعني واتحدثنا أيضا ها أريد أن نضيف شيء بالمناسبة بالتعديل الجيني أريد أن أعطيكم شيء مهم بالتعديل الجيني هذا يعني يتون بالحصان ويقومون بتحويره جينيا استخدموا موظفين من انتبهوا موظفين من الكائنات العنكبوتية والنمليين والزواحف مع الأسف هؤلاء موظفين للدراكونيين يشتغلون بالتعديل أو بالتحويرات يشتغلون بالتحويرات الجينية يعني تجدون نعم تجدون حصان أسير أو أحصن أسير وحوله عنكبوتيين أه يعني نعم هو هكذا عنكبوتيين أحصن موضوعه يعني حصان كان عنده أجنحة حصان وجسم كبير وموضوع بصندوق زجاجي نعم أسير وحوله عنكبوتيين نمليين زواحفيين يغيرون بالجينات يغيرون بالجينات يشتغلون لصالح لدراكونيين ها ها لعبه أنا ما بعرف كم المدة يعني مئة مليون سنة بس هو هذا الذي جرى الذي أخفيه الحصان الموجود بالأرض حقيقته هو حصان مجنح وعنده حكمة وقوة ويعني يحلق بين الأكوان بين النجوم وكواكب عظيمة يعيش فيها بصوا أين أنزلوه اي فهو هذا الصعود القادم الصعود الذي يحدث لحصنا ترجع نعم يجب أن يحدث هذا هذا الصعود لأن دراكونيين أنا دائما أكرر يعني بالفيديوهات فيها انكشفت دراكونيين ما عدهم صيبة ربعة اي وممكن يحاسبون أصلا محاكم عليهم اي على هاي الأعمال يعني حقيقة اي اوكي احنا ايضا عدنا اضافة بس هذا تسجيل آخر لأن وجدته مهم فأختنا معانا تقول هي شاهدت بالبيتشيوت سيدة أمريكية تقوم برفع وعي الأحصنة وأن الأحصنة على علم أنهم أسقطوا تمام هيكي يا عزيزي تقول السيدة أنهم على وعي وهي تقوم يعني برفع وعيهم مهتمة بهم يعني اهتمام خاص عارفين أن هما يعرفون أنهم يعني كائنات كونية وأنه وقع يعني تاريخهم الكوني الله يعرفو يعني الأحصنة عندهم المعرفة أو الوعي تمام انهم صح صح يعرفون اي تلاحظون هاي الفكرة هذا عين وجدتي في البتيشيو تمام تمام اي صح حسنة اي اذا نصلي من أجل الأحصنة رجانهم نعم يمتلون أكثر بوعي الظو يعني هو الوعي الكوني ويصعدون نعم نقول هكذا رجان يصعدون إلى عوائلهم الكونية اي نعم الآن املأوا رجان الأحصنة بمعنى عندما نقول املأوا يعني الأحصنة الآن تفكر بالضو نعم تنظر إلى السماء وتتصل بكواكب الأحصنة نعم اي اريد ان اقول لكم كواكب الأحصنة كواكب عظيمة مجتمعات وحضارات عظيمة جدا وهي يعني تتميز بالمناسبة عندهم أجنحة الأحصنة هي الأحصنة المجنحة وتتميز بالسرعة الفائقة تنتقل بين النجوم نعم وبين المجرات هذه الأحصنة معروفة هذه اي فنبارك كل الأحصنة بالأرض ونقول نقول هيك من أعماقنا اصعدوا إلى الضوء نعم هكذا أنتم من الضوء أتيتم نعم الآن هم يستلمون الإشارة طبعا نرسل الضوء ونبارك الأحصنة بالأرض رجاء رجاء مرة أخرى من فضلكم نرسل الضوء إلى كل الأحصنة بالأرض ونراها تحلق إلى أعماق الأكوان نعم ويرجعون إلى الضوء يرجعون إلى مجتمعاتهم العظيمة آمين 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 ترجمة نانسي قنقر